أيها الإخوة الآن نتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل نغمض أعيننا ونتوجه إلى ربنا ونستحضر عظمة الله عز وجل ونؤمن في قلوبنا على الدعاء يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رازق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسد يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيم يا جليل يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيل يا واسع يا مجيد يا واجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا حي يا قيوم يا مقيت يا مميت يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصت يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا هادي يا نور يا بديع يا باقي يا وارس يا رشيد يا صبور يا الله برحمتك نستغيث يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ونعم النصير سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعزجاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا زلجلال والإكرام اللهم زيننا بزينة القرآن أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن أكرمنا بكرامة القرآن ألبسنا بخلعة القرآن شرفنا بشرف القرآن ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعفو عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعة حببنا إلى صلاة الجماعة ذكرنا بالموت كل ساعة احشرنا مع النبي المصطفى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع نسألك علماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وعملاً صالحاً ويقيناً صادقاً نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك أسعدنا بتقواك متعنا برؤياك اجمعنا مع نبيك ومصطفاك انصر الإسلام وأعز المسلمين أعلي بفضلك كلمة الحق والدين أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين رد المسلمين إلى دينك ردا جميلة انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا بلغنا مما يرضيك آمالنا ولي علينا خيارنا لا تولي علينا شرارنا ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف قروبنا وتولنا بالحسنة واجمع لنا خيري الدنيا والآخرة أصلح أحوالنا ألث بين قلوبنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك الواسعة عمنا اكشف شر ما أغمنا وأهمنا على الإيمان الكامد والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضٍ عنا اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسة وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعة وإلى الجنة رفيقة ومن النار ستراً وحجاباً ومن النار ستراً وحجاباً وإلى الخيرات دليلاً وإماماً بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والسلج والبرد إنك عفواً كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم توب علينا يا رحيم سامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تفلف الميعاد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الكمال والإنعام يا ذا العفو والغفران سبحانك إذا كان عفوك يستغرق الذنوب فكيف يكون رضوانك وإذا كان رضوانك تزك به النفوس فكيف يكون حبك وإذا كان حبك ينير القلوب فكيف يكون ودك وإذا كان ودك ينسي كل ما سواك فكيف يكون رطفك يا مجيب دعاء المضطرين يا ولي عبادك المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا منتهى أمل الراجين يا حبيب قلوب الصادقين يا خير من سئل يا أرحم من استرحل يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون كيف نستدل عليك ونحن في وجودنا مفتقرون إليك اللهم إنك قدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرت وشفيت وعافيت وابتنيت وأغنيت وأقنيت وأضحكت وأبكيت المرجع والمآل إليك نحن بك وإليك كل عزيز غيرك بليل وكل قوي غيرك ضعيف وكل مالك غيرك مملوك لك العبادة وإليك التوجه ومنك الخشية وعليك الاعتماد لا احتكام إلا إليك ولا سلطان إلا لشريعتك ولا اهتداء إلا بهداء كل شيء قائم بك وخاشع لك غنى كل فقير عز كل ذليل قوة كل ضعيف مفزع كل منهوف من تكلم سمعت نطقة ومن سكت علمت سره ومن عاش تكفلت برزقه ومن مات فإليه منقلبه إذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك إذا رأيت البدر يسري ناثراً أنواره فاسأله من أسراك إذا رأيت النهر بالعذب الفرات جرى فاسأله من أجراك إذا رأيت البحر في الملح الأجاج طغى فاسأله من أطغاك يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا ببرك يا ذا العزة والجبروت يا مالك الملك والملكوت يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمداً بنسيج العنكبوت سبحانك أنت الحي الذي لا يموت اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من مصر وأرأف من ملك وأزود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك الذي لا شريك لك أنت الفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك القلوب لك مفضية والسر عندك علامية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقه والعبيد عبيده وأنت الله الرؤوف الرعيم اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا اقطع حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك يا كاشف الأسرار يا مسبل الأستار يا واهب الأعمار يا منشئ الأخبار يا مولج الليل في النهار يا معافي الأخيار يا مدار الأشرار يا منقذ الأبرار من النار والعار جد علينا بصفحك عن زلاتنا كن لنا وإن لم نكن لأنفسنا لأنك أولى بنا متعنا بالنظر إلى وجهك لا تهجرنا بعد وصلك لا تبعدنا بعد قربك لا تكربنا بعد روحك قد عادينا أعداءك فيك فلا تشمتهم بنا لتقصرنا في حقك ولينا أصفياءك لك فلا تحشنا منهم لسهونا عن واجبك ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال صن وجوهنا باليسار لا تبزلها بالاختار فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذن من منع وأنت من فوقهم ولي العطاء وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء اللهم إنا نعود بك من الخوف إلا منك ومن الذل إلا لك ومن الفقر إلا إليك نعود بك من عضان الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الطلب إلا منك ومن الرضا إلا عنك ومن الصبر إلا على بلائك نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك ومألوف برك وعوائد إحسانك وجميع سترك وروح قربك وجفوة عدوك اللهم احرسنا عند الغنى من البطر وعند الفقر من الضجر وعند الكفاية من الغفلة وعند الحاجة من الحسرة وعند الطلب من الخيبة وعند المنازلة من الطغيان فإنه لا عز إلا في الظل لك ولا غنى إلا في الفقر إليك ولا أمن إلا في الخوف منك إسقنا الغيس ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين ولا تؤاخذنا بفعل المسئين يا رب العالمين يا رب قد عجز الطبيب فداونا يا رب قد عم الفساد فنجنا يا رب قلت حيلة فتولنا ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إلا سينا أو أخطأنا ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا توفنا غير فاتنين ولا مفتمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا اشتر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اختم بالصالحات أعمالنا أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهننا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا كن لنا ولا تكن علينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم توب علينا إنك أنت التواب الرحيم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زادا لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة أغننا بالاستقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك أستر عوراتنا وعورات جميع المسلمين لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرتك ولا هما إلا فرجتك ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق من منكرات الأعمال والأهواء أنزل علينا من خيرات السماء أنبت لنا من بركات الأرض إسق عبادك العطشة يا رب العالمين يا رب من لم يعتز بطاعتك لم يزل زليلا ومن لم يستشفي بكتابك لم يزل عليلا ومن لم يستغني بالافتقار إليك فهو الدهر فقيرا ومن لم يتحقق بالعبودية لك كان في العبودية لمن دونك أسيرا ومن لم يتترس بترس التوكل عليك أصابه كل رام ومن لم يحتم بحماك لم يحمه منك حام يا رب كفانا فخرا أن تكون لنا ربه وكفانا عزا أن نكون لك عبيدة نعوذ بك من أن نقول قولا فيه رضاك نلتمس به أحدا سواك نعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتنا منا نعوذ بك من أن نتزين للناس بشيء يشيننا عندك ونعوذ بك أن نكون عبرا لأحد من خلقك وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة